وَذْعَرَفْتُ اللَّهَ رَبِّي حُلْوَ 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 حَلْوَ حَيَاتِي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كان هناك رجل في هذه البلاد يدعى فرعون هذا الرجل ادعى يوما أنه إله ثم طغى وتجبر فادعى أنه رب حتى أنه قال أنا ربكم الأعلى هذا الرجل كان له بنت صغيرة وكانت هذه البنت لها ماشطة تمشت شعرها يعني وفي ذات يوم هي تمشت الشعر سقط منها المشت على الأرض فقالت المرأة هذه الماشطة البسيطة باسم الله فقالت البنت أبي قالت لها لا إنما ربي وربك ورب أبيك رب العالمين سبحانه وتعالى الله عز وجل قالت البنت الصغيرة بفطرتها أقول لأبي أقول لفرعون يعني قالت لها قولي فجاء بها فرعون وقال لها من ربك قالت ربي وربك ورب العالمين الله عز وجل فأخذها فعذبها النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني راح المعراج شم رائحة طيبة جدا كانت رائحة تلك المرأة ما شطت بنت فرعون عليه لعنة الله تبارك وتعالى الله عز وجل هو رب العالمين يعني رب العالمين في أول آية تسمعها في المصحف وتقرأها في الصلاة تقول الحمد لله رب العالمين يعني رب العالمين رب يعني هو الذي خلق كل هؤلاء الخلق هو الذي يملك كل هؤلاء الخلق هو الذي يرعى كل هؤلاء الخلق رب يعني هو الذي يدبر أمر كل هؤلاء الخلق خلق الهم مين يعني؟ يعني الإنس يعني الجن يعني الملائكة يعني الطير يعني الوحش يعني ما من مخلوق على ظهر هذه الدنيا في هذا الكون في هذه الأكوان إلا ورب العالمين الله وربه يرعاه يتولى أمره يدبر مصارحه ومعاشه لا يغيب عنه لحظة لا يتركه عشان كده رب رب يعني لا يمكن أن يغيب رب لازم يكون سميع لازم يكون بصير لازم يكون قدير لازم يكون عزيز لازم يكون عليم لازم يكون حليم لازم يكون عنده ثواب وعقاب لازم يكون يوجازي رب يعني يلابد أن يهدي لما تلاقي الله تبارك وتعالى خلق الخلق وسبهم إلا مش رب عشان كده الله عز وجل لما وقف فرعون ده يكلم سيدنا موسى فبيقول له فمر ربكما يا موسى مر ربكما يا موسى قال له ايه قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني مش بس خلق لا ده خلق وكمان يسر له سبيل الهداية الهداية دي إما هداية لحياته إزاي يعيش يعني ما تلاقي مثلا الداب البهيمة دي أو المتالد ويبقى عندها يعني حيوان صغير رضيع ماذا يفعل على الفور يلتقم الثادي من الذي علمه ذلك من اللي ألهمه ده الذي ألهمه ذلك رب العالمين ما سبوش وضع ذلك فيه فطرة عشان يعيش حتى ينمو ثم ببني آدم البشر أو الجن أو غيرهم لم يخلق وانتهى الموضوع إنما خلق ثم ألزم نفسه أن يهديهم قال تبارك وتعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى يعني إن علينا للهدى يعني بعدما خلق الإنسان أنزل له الكتب أرسل له الرسل يسر له طريق الهداية كل هذا لماذا حتى لا يضل حتى لا يضيع حتى لا يزيخ لأنه رب الله تبارك وتعالى هو رب العالمين كل من في الكون عبيد كل من في الكون مربوبون مخلوقون يعني الكون ده عبارة عن حكتين رب ومربوب خالق ومخلوق رازق ومرزوق مدبر ومدبر أمره أي واحد في الكون ده أي واحد في الكون ده من الصنف الثاني لأن الأولين ده واحد لا شريك له عشان كده قال تبارك وتعالى كل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء رب كل شيء يعني كما يتولى أمرك يتولى أمر الجن ويتولى أمر الملائكة ويتولى أمر الوحش ويتولى أمر الطير النملة اللي في قعر الجبل تخيل جبل عظيم في قعره نملة النملة دي خالق من خلق الله عز وجل هو ربها يقوم عليها ويصلح شأنها ولا ينساها قط يسوق إليها الرزق ويرعاها ويدبر أمرها الحوت اللي بيسبح في قعر المحيط هذا الحوت هذا الحوت الكبير العظيم هذه السمكة الصغيرة لا تغيب عن الله عز وجل طرفة عين هو ربها ورب كل شيء لشأن كده كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه رب كل شيء ومليكه رجل للدعاة الربوبية وكان له جليس أعمى وزير أعمى ويقول أنا ربكم الأعلى وأنا رب ومع ذلك لم يصنع شيئا لهذا الجليس الذي كان يعبده من دون الله تبارك وتعالى الجليس لما عرف أن فيه غلام بيداوي الناس من الأمراض راح له على الفور ومعه فلوس قال له شايفك ما ده كله هذا كله لك أن أنت شفيتني قال له لا أنا لا أشفي أحد إنما يشفي رب العالمين من خصائص الرب أنه بيشفي ماينفعش يبقى رب ويترك عباده بلا شفاء هو الذي يقدر عليه مستقم المرض وهو وحده القادر على أن يشفيه قال له أنا لا أشفي ما بتاعتي دي دي بتاعة رب العالمين أنا مش رب أنا مربوب زي زيك مخلوق زي زيك فلا تتعلق بي طب أعمل إي يعني قال له فإن شئت لو أنت عاوز يعني آمن وحد رب العالمين سبحانه وتعالى إن شئت آمنت بالله فدعوت الله لك أن يشفيك فشفاك فآمن الرجل فدع الغلام ربه أن يشفيه فشفاه الله عز وجل راح جليس الملك وقدام الملك فبيقول له من رد عليك بصرك قال له ربي قال له أولك رب غيري قال ربي وربك الله رب إيه هذا النصاب الكبير يظن أنه رب هو يعلم أنه كذاب أشر إذا عرفت أن الله تبارك وتعالى هو رب العالمين فاتخذه ربا لا شريك له يعني أتخذه ربا يعني أوعه تخلع على حد ثوب الربوبية أوعه تلبس حد ثوب الربوبية عامل الخلق كلهم عامل الخلق كلهم غنيهم وفقيرهم ملكهم ومملوكهم سيدهم ومسودهم رئيسهم ومرؤوسهم كل الخلق دول عاملهم بوصفهم الحقيقي لهو بنقصين كده عبد عبد أوعى ترى في واحد من دول أنه معاه صفة من صفاته الربوبية أنه ممكن يملك لك رزق يملك لك نفع يدفع عنك ضر يشفيك من ثقم يأتي لك بخير يدفع عنك شر كل دول عبيد مملكون مدبرون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورة عيش عزيز بذلك لله الرب الحقيقي فعلا اتخذه ربا لا شريك له وحط البائي كلهم في خانة واحدة اسمها خانة العبيد وإياك إياك أن تخلع على هؤلاء صفات الربوبي فتذل ثم اعلم أن من صفات الرب أنه كما له الخلق كذلك له الأمر يعني إيه الله عز وجل يقول عن نفسه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين بمعنى كما أنه لم يخلق إلا هو ولم يرزق إلا هو ولم يدبر إلا هو ليس في الكون صاحب له إلا هو كما أن الأشياء دي أنت مقر بيها كذلك لا يصح أبدا إطلاقا أن يأمر أمر في هذه الدنيا إلا هو لا يصح أن يحكم إلا هو لا يصح أن يشرع إلا هو الوحيد اللي له حق التشريع اللي له حق الأمر والنهي اللي له أنه يقول افعل أو لا تفعل هذا الملك هذا الرئيس كل هؤلاء ليس لهم ولا لغيرهم أصلا كما قالت بارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سيدنا عدي بن حاتم كان على النصراني وبعدين منى الله عليه بالإسلام فلما أسلم في يوم الآياء مدام النبي صلى الله عليه وسلم سمع الآية الكريمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قال له يا رسول الله يعني احنا لم نعبد الأحبار والرهبان أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم احنا لم نعبد هؤلاء يعني فقال له ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم قال له بلى حصل كان يجع الحاجة الحلال يمنعها عنكم والحاجة الحرام يحلها لكم وتقول له نعم وتسمعوك لهم حدث دا قال له حدث قال له تلك عبادتهم شكرا ربنا عز وجل يقول ايه يقول كما يحكي عن يوسف عليه السلام قال له أرباب متفرقون خير أم الله الواحد والقهار هذا الذي تكلم وشرع مع الله حط نفسه رب مع ربنا اللي بيشرع مع ربنا دا واللي بيحل ما حرم ربنا دا أو يحرم ما أحل ربنا دا حط نفسه رب مع الله عز وجل وكذلك اللي بيطيع فده اتخذه ربا مع الله تبارك وتعالى ما ايه التوحيد التوحيد أن تخلع كل هؤلاء الأندات وتضعهم في موضعهم أنهم عبيد وتجعل الربوبية له وحده الملك والخلق والرزق والتدبير والأمر شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال لقوم الأفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين عدلهم بأصفات الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين إلى آخر هذه الآيات الجميلة هكذا تكلم إبراهيم عن ربه تبارك وتعالى فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن عبده حق العبادة وأن يتوفن على ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممن عرفت الله يا ربي أشرق النور بقلبي ما لألب شروح حياتي مل أضاء الله دربي مل أضاء الله دربي